السلام عليكم حدث هذا اليوم حدث الأخوان أرسل مقطع صوتي يقول اليوم كنت عند محل السنية دي للرحلات فطلعت من محل السنية دي متجه طبعا إلى سيارته فيقول وانا طالع وقفت عندي الدوريات فسلموا علي وبعد ما سلموا علي يقول طلع ابوك وبدأ يكتب قال مخالفة 100 ريال الذوق العام أن تلابس قميص واذا رفيزك طاق قميص يا بدل يا عدل قال ما فيه 100 ريال طيقة هالحين مخالفة يقول وهو يكتب المخالفة علي مر مصري عليه شرط يقول والله من هذه ويتأيله مخالفة ثانية معي مخالفة الذوق العام اللي هو لبس الشرط فنهيب الأخوان تبليغ أعيالهم دائما نشوفهم لابسين شورتات ولابسين قمصات ويتمشون في الشوارع فأتوقع أن الأمر بدت تطبيقها الجدي الآن فبدت الدوريات الآن تحمل معها أبواك المخالفات وأي واحد أنه لابس كميص أو أنه لابس شورت أو أنه لابس لباس غير لائق في صور أو كذا أو كذا فالدوريات الآن بدت تحصد مخالفات الذوق العام يليتكم أنكم توجهون أو تبلغون عيالكم وكل واحد يستخدم هذه الطريقة تحياتي وشكرا